السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير مثل معوعدكم اليوم راح ربيكم العطر الثاني العطر الثاني من ناسوماتو واسمه دورو عطر دورو أنا من محبي صراحة من زمان ولكن ما في يوم خذت العطر واحد اثنين كذلك يعجبني باروندا بلاك أفغانو أشهر عطر عندهم طبعا سيلبر عود أفغان سيلبر موسك جميل في وايد عطر حلوة لكن دورو وأعتقد في واحد ثاني نسيت اسمه يجيكم فيه لمسة الشوكلة أو الكاكاو جدا جميلة جدا لكن دورو صراحة جميل دورو يعتبر عطر جلدي يميل إلى الريحة الخشبية والريحة التابلية ففيه ميكس بين ثلاث مكونات الجلود والتوابل وكذلك الأخشاب في وايد ناس يقولون أنه يشبه عطر من منتال اسمه عود موسك أمانتا جربت عود موسك عود موسك عبارة عن ريحة العود أو ريحة المسك اللي داخلة فيها ريحة العود مثل وايد أطور عندي في مجموعتي جميل صراحة ويعجبني بس هذاك حسيته أكثر ناعم ريحة المسكية واضحة أكثر فيه هنا لا هنا في ريحة خشبية واضحة طبعا مثل ما أنتعارفين تقدرون تسوين شذيه في غراشهم وتقدرون تخلونهم بالستايل الحلو هذا اللي هو أفضل صراحة حق البيت طيب السلامة أول ما ترشون على طول تشمون الريحة التابلية بس بعدين يبرد العطر طبعا بالنسبة لي أشوف الخط العطري هو اللي جاي تابلي خشبي بشكل واضح طبعا الريحة الجلدية تأخذ من الخط التابلي كذلك فأطر جميل ولكن شتوي أداء ممتاز طبعا أطورات نسوماتو تجيكم 30 ملي على عكس أطورات أورتو باريز اللي تجيكم 50 ملي طيب لكن كلهم أداءهم ممتاز وروائحهم جميلة شكرا مرة ثانية لصنون الأزرق والسكرت نوت على الهديتين الجميلة هذه السلام عليكم ورحمة الله